تجمعيات وتجمعين من بعد نتائج انتخابية فهمنا وثالة فهمنا ان المغارباء بغوا التحالفات اللي هي واضحة وبينه بغوا حكومة منتزمة اللي تتحقق إنجازات اللي هي تكون ملموسة حنا من جين الحكومة كنا واضحين وهذا شي قلته في الحصيلة ديلي دي النص الولاية قلنا اننا قلنا اشنو بغين لبلدنا اشنو بغين للمواطنين والمواطنات اشنو كينتظروا منا المغاربة وفي الحقيقة الأموما كانت شهلة وهذا شي لازم نذكر به نهارا جينا كانت البلاد مازال كتعاني من الكوفيد ومالعطا ديالو قلنا قدامنا كذلك الحرب الاوكرانية والروسية من دون ان ننسى ازمة الجفاف اللي كنعيشوها هدي اكتر من ثلاثة سنين قلنا كذلك الحوار الاجتماعي ووقف الناس القطاع العام وفي القطاع الخاص كل شي كيشكي كل شي ما عجبوش الحال لذلك ما كانش ممكن مقاوة واقفينو كنفرجوه وقلنا رغم الضغف فجنا لازم نكونو عن تطلعات جلالة الملك وتطلعات المغاربة اللي تقفينو واللي بغونا نحسنو من الوضعية الاقتصادية واجتماعية ديالو تحملنا المسؤولية ديالنا وقلنا كين جوج ديال الملفات اللي هما كبار واللي هما مهمين اولا خاصنا نجاوزوا الدرفية والاكرهات ديالها ونحافظوا على القدرة الشرائية للمراطنين تانيا خاصنا نوصلوا تكريس اسس الدولة الاجتماعية كيفما براء سيدنا الله ينصروا وفي الوقت ديالها المحدد وكم تبعتم عن الحصيلة اللي قدمت البالامان وهي هذه الحصيلة اللي قدمت البالامان هي حصيلة للتاريخ حصيلة غدين نبقى نفتخلوا بها كحزب وكحكومة لأنها حصيلة ديال المغاربة كاملين ودناها مع المغاربة لأنها حصيلة ديال الأسرة المغربية لأنها حصيلة فيها التنمية للجميع وأنتم كمنتخبين من حقكم أنكم تفتخوا بالحكومة لأنها حصيلة ديالكم هاتش اللي دناها في عامين ونص يعني رها مقدراتش تديرو حكومات في ولايات كاملة ديالها قلت فتحنا جميع الملفات وجميع الأوراش في عامين ونص التعليم الصحة الدعم الاجتماعي المباشر التغطية الصحية لجميع الفئات دعم السكن تدبير أزمة الجفاف تجاوز اختلالات السياسة المائية زلزال الحوز الحوار الاجتماعي كل هذه نقاط الكبيرة والاختناف ساعة عامين ونص وقمنا بالواجيب ديالنا